التسع حلم والعلم الكابتن حسام البدري بدأ يستعد بشكل جد وأعلن النهاردة قيمة الأهلي لخوض مباراة مونانا الجابوني اللي هي ضربة البداية للبطولة الأفريقية القيمة اللي اختارها البدري بعد المراني اللي جرى منذ قليل في أستاذ مختارة تيتش ضمت شريف إكرام ومحمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد فاتح وصبر رحيل وعلي معلول وسعد سمير ومحمد نجيب وأيمن أشرف وحسام عشور وعمر السلية وهيشان محمد وميدو جابر ووليد سليمان وأحمد حمدي وإسلام محارب وكريم ندفد وعبدالله السعيد ووليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن وصلاح محسن والأهلي حيلعب زي ما قلتلكو تمانية مساء الغد السلساء إن شاء الله في أستاذ القاهرة ملاحظتين مهمين جدا الملاحظة الأولى بترد على كلام حييجي نرد عليه من دلوقتي هذا التشكيل وهذه القائمة بترد على إشعاعات سخيفة وكأن الأهلي لا يضرب احترافية بمقتضاها إن الجهاز الفني قرر أن يجمد عبدالله السعيد وكابتن عبدالله السعيد وكابتن أحمد فاتح تأتي القائمة لتضم كلا اللاعبين وعبدالله السعيد أول ظهور بعض التعفيم من الإصابة حيكون لهم بإذن الله أدوار قادمة مؤسرة أما الشأن اللي مش هنتكلم فيه بعد كده خلاص إيه في الملف ده تماما إلى أن يجد جديد عايزين نتكلم مضى ولا ما مضاش ومضى بكامل إذا مضى حيمضي زي زميله مع بعض الامتيازات قد يكون اللي بتتحلم نجوميتهم في مجال الإعلانات أو حاجة أما بخلاف هزمة لن يحدث شيء عشان برضو فيه ناس كتير جدا بتعول على أنه لا ده الأهلي عرضوا هم رفضوا الأهلي لم يعرض أي شيء يخلي بنظام الفريق دعونا ننتهي من هذا الأمر قولا واحدا فيهل الملف ده بقى عندنا تحديات اللاعبة حيكون لها دور اللاعبان كابتن أحمد فاتح كابتن عبدالله سعيد لهم دور مهم فيما هو قاتل يعني عايز تحسيمها بأنه لو جدد عبدالله سعيد وأحمد فاتحي فده هيكون بشروط ونظام الأهلي ما فيش شروط بنظام الأهلي ما فيش حد بتشرط على حد لا الأهلي بتشرط على لاعب ولا لاعب بتشرط على الأهلي ده ما فيه نظام محطور مش هيخل بالأهلي اللي يقول لك بقى دول أهلي الكاف اللي يقول لك مش عارف احنا في الدنيا تطورت وما له خليها تتطور عندك لكن عندنا بتتطور بالمزيد من التمسك بالنظام والحياة الكلمة المهمة برضو في السياق ده لأنه البعض بيستخدم قياسات مختلفة شوية يقول لك ما هو شوفوا مثلا في أي نادي أوروبي فلان بكام وعلان غيره بكام دي ثقافة ودي ثقافة ما هو محدش هناك بيبص في طبق حد خالص محدش شاغل نفسه بغيره دي ثقافة فيها كل واحد عارف حدوده وعارف واجباته وبيتمسك بحقهم وبيأدي واجبه والفواري اغتوبة بعيدة فهذه الثقافة في مجتمعات تانية مع شخصيات وعقليات محترفة بجد هنا المسألة ما هي فيه فوارق بس الناس اللي بتسأل على الفوارق الاهلي ما هو لازم يستجيب الدكتور جلال الجنزوري وكواس ان انت فكرتين بديت واحد من الاهلوية المهتمين جدا كان منزعج اول النغمة اللي بتتقال طب ما تدي عبدالله او فاتحي زي ما ديت صلاح محسن فقال لي انا لدرجة ان انا من شكي من كتر الكلام بمثال طلبت مسؤول نادي امبي هو صلاح محسن ده اللي انتو ديتولي الاهلي خدت فعلا 35 مليون الرجل قال له لا ازاي خدم الاهلي اللي هو ياخده عقده مع الاهلي الله اعلم هو كام لكن ال35 ولا ال37 اكتر او اقل دي فلوس نادي امبي صلاح محسن ما خدش حاجة يالي بتستخدمه صفت صلاح محسن في رجم الاهلي بسكة عبدالله سعيد وفاتحي ده كلام غير سليم بالمرة صلاح محسن اه الذي حصل عليه اقل بكثير مما يحصل عليه لعب الفئة الاولى اللي هما ولي سليمان وعشور مع احترامي بالالقاب وعشور وكلام اقل منهم لكن هو ايضا كلعم مميز حياخد سعر يتناسب مع موهبته لكن مش هتعمله اكينه بقاله خمس ست سنين بيديك بطولات صحيح يا رب يوصل ياخد اعلى فئة باذن الله فهو لو دونه زي صلاح محسن هم مش هايبان صحيح صحيح